البحرين غير حرة إضافة إلى حضر المواقع الإلكترونية للجمعيات السياسية والدينية البارزة والتي تنتمي إلى الأغلبية الشيعية المهمشة في البلاد كما لفت التقرير إلى القيود المفروضة على الاتصال بالإنترنية في البلاد وخاصة في بلدة الدراز المحاصرة خلال فترة الاعتصام أمام منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم والذي فضته السلطات بشكل وحشي كما توقف التقرير عند حضر صحيفة الوسط من استعمال وسائل الإعلام الإلكتروني لمدة ثلاثة أيام في يناير الماضي وقبل أن يتم إغلاقها لاحقا وبيان التقرير أنه تم اعتقال عشرات الناشطين وصدرت أحكام ضدهم بالسجن بلغت 148 شهر خلال الفترة الواقعة بين يونيو من العام الماضي ومايو من العام الحالي على خلفية استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي السلطات الخليفية لم تصادر الحرية على الإنترنية فحسب بل صادرت جميع حريات البحرانيين الذين أضحوا اليوم أكثر إصرارا على استعالة حرياتهم من الغزاة الخليفيين الذين استولوا على البحرين ومن فكوا ينكلون بأهلها منذ أن وطأت أقدامهم أرضها الطاهرة بل صادرت جميع حرياتهم من الغزاة الخليفية بل صادرت جميع حرياتهم من الغزاة الخليفية